رمضان 2025 الشهر الذي ينتظره الجميع بشغف ليس فقط للصيام والعبادة ولكن أيضا لأجمل وأقوى المسلسلات التي تعرض على الشاشات الخليجية هذا العام المنافسة ستكون نارية أسماء لامعة قصص مشوقة وأحداث ستجعلكم على أطراف مقاعدكم دعونا نستعرض معا أهم المسلسلات الخليجية التي ستشعل شاشات رمضان 2025 نبدأ مع مسلسل ظل الحب دراما مشتعلة تجمع بين الرومانسية والانتقام قصة حب معقدة تبدأ بريئة ولكن تتحول إلى مواجهة بين القلب والعقل بين الماضي المؤلم والحاضر المليء بالغموض الأبطال يقفون أمام مفترق طرق هل سينتصر الحب أم أن الضلال الداكنة ستبتلع كل شيء ثم لدينا مسلسل الخيانة العظمى العنوان وحده يثير التساؤلات في هذا العمل الضخم نشاهد قصة عائلة كانت تبدو مثالية لكن سرعان ما تتكشف الحقائق مؤامرات خيانات بين الأخوة وأسرار تدور في الخفاء ستجعل كل حلقة مليئة بالمفاجآت الخيانة لا تأتي دائما من الغرباء أحيانا تأتي من أقرب الناس إليك ولا ننسى مسلسل الميراث الملعون قصة تحبس الأنفاس حول ميراث يقلب حياة عائلة رأسا على عقب هنا نرى كيف يمكن للمال أن يفسد القلوب ويفتح أبوابا للصراعات العائلية التي لا تنتهي الميراث ليس مجرد ثروة إنه لعنة تطارد أفراد العائلة وتدمر حياتهم بشكل غير متوقع مسلسل غدر الأصدقاء قصة تحمل في طياتها رسائل قوية عن الصداقة والخيانة مجموعة من الأصدقاء يواجهون اختبارا كبيرا عندما تظهر مصالحهم الحقيقية الأصدقاء يتحولون إلى أعداء والتحالفات تتبدل في لحظة هل يمكن للصداقة أن تصمد في وجه الغدر والمصالح الشخصية؟ ثم يأتي مسلسل السقوط الأخير عمل يتناول صراع الأجيال بين القديم والجديد الأحداث تدور حول عائلة غنية تواجه انهيار إمبراطوريتها الاقتصادية وفي وسط هذا الانهيار ينكشف صراع داخلي بين الأجيال المختلفة الشباب يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه بينما يحاول الكبار التمسك بالماضي فهل يكون السقوط محتوما؟ وننتقل إلى مسلسل وجوه الغدر قصة درامية مشوقة مليئة بالغموض حيث تتغير الوجوه وتنكشف الأقنعة ما يبدأ كقصة بسيطة عن الحياة اليومية يتصاعد ليصبح صراعا كبيرا بين القوة والغدر الحلفاء يتحولون إلى خصوم والعداوات تتفاقم في كل حلقة مسلسل دموع الصحراء دراما قوية تجسد معاناة الناس في مواجهة الظروف الصعبة قصة مليئة بالتضحيات والشجاعة حيث تكافح الشخصيات من أجل البقاء في عالم قاس لا يعرف الرحمة الصحراء ليست فقط مكانا بل رمزا للمعاناة والمقاومة في وجه المستحيل ولا يمكن أن ننسى مسلسل أسرار الزمن قصة زمنية تأخذنا عبر حقب مختلفة حيث تتكشف أسرار الماضي وتلقي بظلالها على الحاضر كل حلقة تكشف جانبا جديدا من الحقيقة وكل شخصية تحمل سرا قد يغير مسار الأحداث بالكامل الأحداث مشوقة ولا يمكن التنبؤ بها مما يجعل المشاهد ينتظر كل لحظة بفارغ الصبر ونصل إلى مسلسل بيت الحقد في هذا العمل نعيش قصة عائلة تتفكك بسبب مشاعر الكراهية والحقد المتراكم عبر السنوات الحقد ينمو ويكبر حتى يتحول إلى نار تأكل الأخضر واليابس هل يمكن للحب أن ينتصر على الكراهية؟ أم أن بيت الحقد سينهار في النهاية؟ وأخيرا مسلسل قلوب مشتعلة قصة حب وخيانة وألم العلاقات المعقدة بين الشخصيات تأخذنا في رحلة من العواطف المتضاربة حيث يتشابك الحب مع الكراهية وتتصادم الأحلام مع الواقع القلوب المشتعلة لن تهدأ إلا بعد أن تنكشف كل الحقائق وكل الأوهام تنهار الخاتمة هذه هي أقوى عشرة مسلسلات خليجية في رمضان 2025 قصص تأثر القلوب ومفاجآت ستبقيك مشدودا حتى آخر لحظة الأحداث تشتعل والصراعات تتصاعد أي مسلسل تنتظرونه بفارغ الصبر؟ شاركونا في التعليقات واستعدوا لموسم درامي لن ينسى